اهلا و سهلا و مرحبا بكم معي في الفيديو اليوم الوصفة اللي سنشارك معكم هو بلاتو بخيسي جيل التمر معمر بمضاقات مختلفة و مقدم بواحد طريقة راقية نجدوه ان شاء الله هلالطوي بلادي السيدنا رمضان اللي يدخلو علينا بصحة و سلامة و هلا تفشيو معي باش نجدوه انسامبل سنحتاجوا لتمر المجهول عندي هنا واحد كيلو لارب شديته حييت له النبات اللي لداخل و العظم من الفوق من هنا خليت انا واحدة غادي نوريكم كيدرت لها انا غادي نتنسالي معكم لزنجردجان و نرجع نوريكم كيدرت لها بنسبة شنو باش غادي نعمرو هنا يوجيت الكرامل برسالي يلا طيبتو دابايا و عندي هنا لابات سبيكولوس تهي وجيتها اه ام فات بو هادل هادل دوز انجردجان ما جات نيشا نديرهم لكم في الفيديو حيث غايجي فرامون طويل غا نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف و تبارك الله رادة بقول شي ولا موجود في المحلات الواحد الواحد يلا ما عرف شي وجدهم في الضرب ام كانوا يشريهم عندي هنا اه هذا البخالينة ديالاللوز راته هو كنصوبتو معكم في الفيديو ديال البريوات اللي صوبنا ديالسكنجبير والبخالينة عندي هنا الكوك عندي هنا نسلي اللوز بقشوره محمر في الفران هنا عندي اه هادل زيزت اه هادل اه هادل قشور الليمون معسلين اه اه هنا هادل كلا حبيبات ديالالشوكولات عندي الورد القرقاع هنا يليمون انا ناخدو القشور ديالها عندنا بينسوك شوكولا البيض والكحل و عندي هنا يا اه لوز مفرفش محمر في الفران ووجد سبيكولوس يحضر التعليم سوف نحضر النبات نحضر الراس الفقاني ونحضر الراس وندور نحضر العظم للداخل نضع هذا ونجر هذا هذا ونضع الراس يجب أن تتحيي معه بشوية بشوية حيث يجب أن تكون عمر جدا لديه العظم يجب أن تتحيي معه حتى تتحييي العظم سوف نبدأ بأول تعمير سبيكولوس والكارامل برسالي سوف نبدأ بالكارامل برسالي سوف نبدأ بالكارامل سبيكولوس هذا غير طبيب لا يوجد الكثير سوف نقوم بشكل حتى لا يمكنك تحييي ونقوم بشكل حتى تتحييي ونقوم برسالي في هذا يجب أن تكون تحيييي ونقوم بشكل ونقوم بشكل ونقوم بشكل ونقوم بشكل سوف نضع ونضع ثم سوف نضع ونقوم بشكل نقوم بشكل ونقوم بشكل ثم سوف نضعه هنا و سوف نحاول ان نعمر سوف نحاول ان نعمر تمر سوف نضع المرات سوف نضع المرات سوف نضع المرات سوف نعمر سوف نضع المرات سوف نضع المرات موسيقى انا غنضي معكم غير شي وحدين باش ميجيش الفيديو طويل باش نضير كلها قو بوحديتو ابخي انا عد غدي نكمل شغلي بوحدتي هادو غدي ندخلهم الكنجلاتور وغدي ندوز باش غدي نوجد شكيل وحد اخر هنا غدي نديرو لغو ديال بانتي غدي ناخدو هات الكوك وغدي نزيدو عليها شوية ديال نسلي ونديربيح حريب لاتفا اضحة ثمرة سنكمل على نهاية الطريقة حتى ننسى الى القياس اللي بغيت نوجد سوف نعود معكم إلى هذا الشكل الرابع نضع قليل لوس نضع قليل لوس بقشور و محمر سوف نطحن لا تستحن كثير سوف نطحن سوف نضع قليل نضع قليل بقشور و محمر أحضر قليل لا تستحن سوف نضع محمر باكسبيكولوس سوف نضع قليل و نضع قليل نضع قليل يجمع رأسها و يجمعون حبيبات اللوز و يجمعون التمر يجمعون حريبات صغيرين و نعمر به التمر حاولوا تأخذوا معه الخاطر حتى تعمروه جيد من الداخل باش ميبقى تحت دياله خاوي و الفوق اللي عامر سوف نكمل على هذه الطريقة و سوف نتمر في هذه العقدة و ننزل حاجة اخرى العقدة اللي غادي نصيبه بشدة شوكولانواخ يكون كايتي مزيانة و غادي نزيد عليه هاد الليمون المعسل غادي نخلطه باش يعطينا كل مطاق ديال الليمون و غادي نخلط مزيان هاد الميلونج و غادي نعمر به سميتور التمر غادي نحاول نمشي دقاضقة سينان ديرو نديرو كي قوت لكم خنيشة ديال الكنجلاشون نحاولو نديرو هاد القشور ديال الليمون يكونوا كتاري مرهب شوكولكا جلط ما غادي نمشيو معه دقاضقة كي قوت لكم على البنس ديما بدوا تحفروا بسبعكم هذا باش يغرق لكم تمر و غادي نشد العقدة هاد ديال الليمون و غادي نحاول نخشيها الداخل صراحة كوندرت الابوشا دوي غادي تكون ميو نحاول نشد معها الخاطر حتى نعمره مزيان و غادي نخشيه في طلاجة اعقد مزيان و نكملها في نيشو غادي نكمل على هاد الشكل العدد اللي بغيت ندير ديال التمر بهد العقدة و غادي ندوز الحاجة وحد اخرى اللي هي ديال القرقاء ساهلة مهلة غادي نشد مزيان و غادي نحلوه و غادي نحيضه بانشور هاد التمر كله نمسحته بمزهر و غادي ندير فيه اما القرقاء العادي اما اللوز اما النواد باكون اللي بغيته هادودي الالقرقاء عادين ننغوبوهن في الشوكولات نعمرها عادي و نفندها في شكولات بنسبة لبخالينة جلوس سوف نحلو الطمرة عادي و نحاولو نقوم بخالينة هنا لداخل غير شوية لا نكتروا لكي لا يزعق هذه البخالينة التي كنتم جدا نقصها في الحلوة لن نقصها مجدا بالنسبة لبخالي تمر المعمر كما تكون موجودة و كم المصادرات و نلعب و نعمر تجد تعمل بجد تطبيقها عندما ننسى التمر الذي تريده ، سوف نضيفها في الدنيا و سوف نجده لدكوراشون فينال و سوف نبدأ الزين للطمر ، سوف نأخذ طمر اللي فيها الباتس بيكولوس سوف نضيفها في شوكولا دايب و سوف نغمسها في سبيكولوس سوف نضيف القلب الحلوي و نضيف شوكولة نوع كبير و نضيف شوكولة نوع كبير و نضيف بسكويت و نضيفه و نضيفه أخرى كبير و نضيفه سوف نفنده في الكوك سوف نفنده في الكوك سوف نفنده نفنده سوف نفنده في الكوك سوف نفنده في الكوك و نفنده في الكوك و نضيفه 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 لدينا قشور الليمون مع سلين مع تمر نعمر شوكولة في هذه الساعة لدينا قشور الليمون لدينا قشور شوكولة لدينا قشور شوكولة لدينا قشور الليمون محطا نضع ثاني 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 تحتاج ثاني نضع ثاني ثاني سوف نكمل على هذا الشكل حتى نسلي التمر بكامل و بالنسبة للقرقاء سوف ننغر به في الشوكولة سوف ننغر به في الشوكولة سوف ننغر به جيد و سوف نضيفه على بابي كويسان سوف ننغر به في الشوكولة سوف نكمل على طريقة نسلي التمر بالقرقاء و نناول العلوم فاة لكي نظيفه سوف نتقام بتبقى كبير سوف ننغر به كبير سوف ننغر به في الشوكولة سوف نوم بمجرده سوف نكمل البقالية سوف نكون سالة لاغو كاملة للتمر سوف نتلقى في طبق النهائي والتقديم للتمر مع مرة هذا هو البلاتو بخستيج تمر معمر ألوانه كلها زاهية وغزالة ومتنوعة والمضاقات مقوش لكم جاء كله غزال نزين به الطبلة سيدنا رمض ان شاء الله بحول الله وكما ترونه هنا اضطيت طبلة مغربية بامتياز شاركت معكم فيها حتى المؤسلات التي وجدت في القناة سوف ندخلها كلها في صندوق الوصف وكذلك تبارك الله على هذه الصفوف جل الممي مدية لي لا أدرك الله سوف نعطيها صحة نتمنى ان الفيديو الذي قدمت لكم اليومه يكون راقكم وعجبكم وتجربوه ومتبخلوش عليها بلايك وكومنتار لكي يحفزوني ويشجعوني كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا بصحة والسلامة وراحت البال سور سور غادي نقول لكم فين غا نشوفكم ووقتاش ان شاء الله في الفيديو المقبل بحول الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة